السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 5 تموز يوليو طبعا بما انه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 3.55 دقيقة من صباح يوم الاحد القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 8.8 دقائق من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل بعديها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل والقمر بما انه موجود في برج السرطان معناته خلال هذا اليوم نشعر بقوة العاطفة والمشاعر وحساسيتنا الزائدة من اي شيء حتى لو كان شيء بسيط ومن حاول خلق جو من الامان إلنا ولا أحبانا ولا أطفالنا ومن ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى ممكن يكون في بعض الذكريات اللي تيجي على بالنا هيك تجعل البعض منها يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي أو شيء قديم أو ذكريات احنا بحاجة للمزيد من الاهتمام أو مراقبة أكلنا وشربنا في هذه الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة كثير لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا طبعا بيع عقار أو استئجار عقار أو شراء عقار وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة ودقيقة مساء بتوقيت جرينج تمنحنا وضوح كبير في أمورنا بتسمحلنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشارينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة عاشرة وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساندة والدعم من الأصدقاء من التجهل تغليب العقل وبنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لهاي العضاء هي المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق وأيضا جهاز اللنفاوي وعظم الصدر يعني اللي بدهم يعملوا عمليات تكميم للمعدة أو قص معدة أو رنج للمعدة ما بنصح في هاي الأيام خلوها لها يوم الأحد بعد الظهر أو يوم الأثنين بيكون أفضل أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية ولكن الأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح اللي إذا كانت اضطرارية مناسب هذا اليوم لها عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للحنة ولكنه أيضا اليوم لا يصلح للقص العلاجي ابتداء من بكرة منبدأ يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج السرطان قلو المسار القادم رح يكون يوم الأثنين بابدأ ساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بينتهي الساعة ثلاثة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره ثمانية وعشرين يوم ساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة فجرا نبدأ باليوم التسعة وعشرين فلكيا نسبة الإضاءة نهاية اليوم صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في السرطان حتى يوم سبعة سبعة منتحس بنسبة عشر في المية الآن ساعة الظهر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعة العصر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعة المساء سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية عطارد في الأسد حتى يوم خمسة وعشرين سبعة سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد الآن بنسبة 70% ساعات الفجر سعيد بنسبة 100% المريخ في الثور حتى يوم 27 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنهمكم في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة حاولوا أنه ما تفرضوا وجهة نظركم على أفراد العائلة موسوعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتكونوا تحذروا التصرف العدائي حاولوا أنكم ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلام جارع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والنشاط حيوية عالية جدا ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات خوفا من المخالفات الحوادث الأعطال ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان ولكن بتكونوا تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء دون إثارة العدوات والتحفظات وما تترك مجال الغموض بكلامك كون واضح تماما وباستطاعتك مناقشت جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بيعطيكوا فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهمش أنه تخففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها أو تفتح أمامك أبواب للحوار والنقاش البناء برر مواقفك واضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنتم اليوم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمش أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم إذا كان معكم حق طبعا وبترتفع المعنويات والأجواء بتصير واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة وبيحملك هذا اليوم فتر التقدم وأخبار جديدة وبتعيد لك النشاط لحياتك اليومية يعني بداية فترة ممتازة دا أعمل إليك بقوة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم القمر موجود في بيت المتاعب راح يظل لغاية صباح يوم الأحد فبسيطر التعب عليكم إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل اخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر أو الفشل أو التعب الصحي خلال هاي الفترة حاولوا ما تتخذوا قرارات حاسمة أو تبدأوا بعمل جديد عشان ما تفشل أعمالكم في حصد النجاح وتخيب أمالكم لتأخير أو إلغاء في اللحظات الأخيرة حاول أنك تعمل بشكل روتيني برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أي شخص بناسبة اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وانت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لا إلك أو ممكن تحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل ولكن بنصحك أنك تحاول تنجز أعمالك الضرورية والمهمة قبل صباح يوم الأحد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك ولا بيتعاون معك لا تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح صحيح أنه في بعض القلق والتوتر لكنها فترة بالنسبة لإلك مميزة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوه في أمور تتعلق بسفر أو اتصالات بعيدة أو علاقات مع جانب ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة اليوم ممكن تعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات وبتتسهل عليك جميع تحركاتك يعني الأمر اللي ما بيزبط معك من أول مرة كرر المحاولة بيمشي إن شاء الله وحاول إنك ما تقف ساكن وتحرك استغل هاي الفرصة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا إنه في فرصة لمكسب مصدره شراكي أو تعويض حاول إنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولا إعادة بعض الأمور لنصابها وحاذر مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج اليوم موضوع مالي أو إداري أو ممكن تنهي بعض الأزمات المالية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بينصب إهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء بالعمل بالعاطفة هاي فترة شوي متوترة ممكن تتورط في أزم ما أو ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو مسار بعض الخطوات أو تغير نمط معين من أسلوب حياتك أو من قراراتك وحاول إنك ما توجه أي انتقاد لأي أحد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وبنصح أنا إنجاز الأعمال الضرورية والمهمة قبل الانتقال للأعمال الأقل أهمية وحاول إنك ما تضيع يومك بأمور ما إلها داعي أو مش مهمة وما تدخلوا في أي مواجهة مع زملائكم وبرضو بعض الأشخاص من وليد برج الدلو ممكن يشعروا ببعض التراجع بالصحة إذا شعروا بأي شيء غير اعتيادي يراجعوا الطبيب وحاول إنك تغير أولوياتك إذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في الأعمال صحيح إنه بعضكم ممكن يبدأ عملي جديد أو يكون فيه ترقية أو إنجاز ملف كان صعب إنه ينجزوا بالفترة الماضية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وطبعا هذا اليوم برضو بيقدم فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية أو لتعارف عاطفي أو ارتباط وبرضو نشاطاتكم متنوعة وثقتكم بأنفسكم عالية وقدراتكم على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا وتعتبر فترة إيجابية على كثير من النواحي إن كان تقارب من الأحبة الممارسة للهوايات الترفيه التجميل الحب الغراميات الأدبيات الخيال الفن كلها هاي ممتازة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء